موسيقى المسرح ده يعني شهد أحداث كتيرة قوي وكان من ضمنها في الأربعينات غناء السيدة من طلسوم عليها وأحداث أخرى كثيرة ولكن في 2010 للأسف حصل حريق فيه ومنجازة تاريخ توقف العمل فيه وطبعاً نحن في كلية أربعي نوعية اللي هي نشاطاتها موسيقى ومسرح وكلها نشاطة فنية فكان هو المكان الطبيعي للطلبة والرسطات العودية وخلافة النهاردة يعني بنفتخر ان احنا بنعيد افتتاح مصرح طلع الباشا حرب في كلية التربية المصرح ده كان تعرض طبعاً لحريق والنهاردة احنا بنفتخر ان احنا بنعيد افتتاح هذا المصرح اللي شهد أمو كالسوم كان بتغني فيه وبشكر طبعاً الدكتور محمود المتيني على ان هو قدر يخلص سريعاً افتتاح هذا المصرح طبعاً بنفتخر كعائلة وكأي مصري ووجودنا النهاردة في ملكان المطورج العظيم ده هو اللي بيستقبل المواهب وبيقدم النهاردة كل الفنون وكل التطور اللي موجود في الدولة النهاردة الحديثة من خلال الكلية وجامعة عين شمس وكل ما ساهم فيه هذا التنمية مبسوطة جداً طبعاً كلية توردت بالشكل ده احنا كقسم اعلام عندنا مسرح فالمسرح مهمة بالنسبة لنا ان هما يقدوا عليه العروض بتاعتهم ومبسوطة طبعاً بالكلية وهي بتتقدم كده وتطورات الكتير اللي حصلت فيها شكلاً بقيت كويسة يعني المسرحيات عامة بتبقى هاتفة شوية يعني أنا حضرت كذا مسرحية لكسم مسرح عندنا المسالح بتبقى هاتفة بيقدموا محتوى كويس كان فيه مسرحية للأطفال كانوا بيتكلموا عن التنمر وكده فأنا شايفة ان هي حية كويسة يعني بس اللي يشتغل بقى عليها